اكدت عائلة بحجي ولاءها ووقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه ضد كل المؤامرات التي تحاك لزعزعة امن واستقرار مملكة البحرين معربة عن رفضها واستنكارها الشديدين لما قامت به قناة الجزيرة القطرية مؤخرا من فبركة ونشر للأكاذيب وحيك المؤامرات التي تستهدف من خلالها الإساءة لمملكة البحرين والسعي للنيل من النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين وأكدت عائلة بحجي في بيان لها أن موقف النظام القطري العدائي يؤكد سياسته الرامية للإضرار بمملكة البحرين وبما يتعارض مع مبادئ حسن الجوار بين الشعبين الشقيقين البحريني والقطري التي دعا إليها الدين الحنيف ورسختها الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وأشارت عائلة بحجي إلى أن برنامج المدعوم خوفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة القطرية ما هو إلا فبركة إعلامية جديدة وحلقة من حلقات التآمر للنظام القطري ضد مملكة البحرين مبينة أن هذه المحاولات المشبوهة أصبحت مكشوفة للجميع وليكتب لها النجاح بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ثم وعي ويقاضة شعب مملكة البحرين وتمسكه بوحدته الوطنية وأوضحت العائلة أن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما بمسيرة التنمية والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى وأكدنا أن مملكة البحرين عصية بإذن الله أمام محاولات النيل من نسيجها وتكاتفها الاجتماعي وشق الصف والعبث بالانتماء الوطني والتي سيكون مصيرها الفشل أمام إرادة أبناء مملكة البحرين الراسخة